ملاكات العتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع دائرتين البلدية والكهرباء في محافظة كربلاء تنجز أعمال التطوير والتأهيل للطرق المؤدية إلى المرقد الطاهر لأبي الفضل العباسي عليه السلام لأجل مساهمة في تحقيق أعلى درجات الإنسيابية لحركة الزائرين والعجلات ومرور المواكب بالأخص في مواسم الزيارات المليونية والمناسبات الدينية باشرت ملاكات العتبة العباسية المتمثلة بقسم الصيانة الهندسية وقسم المشاريع الهندسية بالتعاون مع مديرية بلدية كربلاء ومديرية توزيع كهرباء كربلاء كان عمل بلدية لإكساج شوارع باب قبلة رمام العباس عليه السلام وأعمال الكهرباء التي كانت تشمل الصندوقيات العشوائية التي متواجدة بشارع العباس وتنظيم كابلات الكهرباء المتواجدة بشكل عشوائيات بالتنسيق مع قسم الصيانة الهندسية اللي كان الدور الأكبر إلى بحفر المسارات وإرجاع المسارات عمل المقرنصات بالأرصفة الجديدة بعد توسعة الشوارع باشرة مديريتنا ومديرية بلدية كربلاء بإكساء شوارع المحيطة بضريح الإمام العباس عليه السلام وشارع الإمام العباس القبلة ومنطقة باب بغداد وشارع العلقمي تم توسعة الشارع خصوصاً عند باب قبلة الإمام العباس عليه السلام من قبل الكوادر الهندسية للعتبة وتم الإكساء بعد أعمال التوسعة قبل التوسعة كان عرض الشارع بحدود 20 متر بعد التوسعة أصبح 30 متر الأعمال التي شملت شارع باب قبلة المولاء بالفضل العباس عليه السلام وشارع العلقمي ومنطقة باب بغداد والشارع المحيط بالحرم الشريف تضمنت توسعة الطرق وبناء أرصفة وفق مخططات متفق عليها مع بلدية كربلاء إضافة إلى نصب أعمدة الإنارة ونقل صناديق الكهرباء التي أصبح ضمن الطرق والتي تعيق الحركة إلى أماكن مهيئة لها وإكسائها بمادة الإسفلت وعمل الخطوط المرورية لتحديد مسار حركة الزائرين ومركبات النقل الخدمية نشهد حملة مشتركة مع العتبة العباسية الغرض منها هو تطوير مراكز المدينة والتي تم آلاف الزوار العمل مشترك إن شاء الله مع العتبة بالتنسيق المشترك تم إجراء عدة عمليات أو عدة مناطق متضمنة في هذه المنطقة ما بين الحرمين المقدسة تضمن العمل بتطوير شارع بمدخل باب طواريت عن طريق تعزيزه بينارة حديثة وكذلك الأعمدة ديوكورية حديثة جدد مشاريع لدى العتبة العباسية المقدسة يثم النطاع عليها من قبل دائرتنا والمصادق عليها وإبداء الملاحظات وبالفعل هذه الملاحظات تأخذ جدية من قبل العتبة العباسية أمام فيما يخص باب قبلة إمام العباس عليه السلام ضمن حملة تطويرية والتوسيعية لمداخل الباب القبلة تم العمل على رفع أربع صندوقيات وتهيئة أماكن بديلة ضمن المواصفات الفنية لوزارة الكهرباء وإجراء كافة المواد الاحتياطية اللازمة لنقلهم والعمل إن شاء الله مستمر باشرة مديرية بلدية كربلاء المقدسة شعبة هندسة المرور وبالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وهيئة المواكب بتأثيث سطح الطريق للأعمال النهائية وذلك بتنظيف وتنقيط وتخطيط سطح الطريق من أعمال هذه الأعمال أدت إلى تنظيم حركة المواكب والزاهرين الوافدين المعزين للإمام العباس والإمام الحسين عليه السلام وأيضا تنظيم حركة آليات نقل كبار السين والمعاقين وأيضا تنظيم المواكب الخدمية على جانبي الطريق جاءت هذه الأعمال ضمن الحملة التي تشهدها المدينة القديمة بصورة عامة والمداخل الرئيسية المؤدية إلى الحرم الطاهر على وجه الخصوص لتظهر بمظهر لائق وجميل وبما يناسب مكانة وقدسية هذه المدينة ترجمة نانسي قنقر